تسهم مياه الأمطار في كل عام بزيادة المخزون المائي للينابيع في محافظة عجلون التي تعد الينابيع فيها قبلة للزائرين والمصطفين تشتهر محافظة عجلون بانتشار ينابيع المياه العذبة وتعد من أبرز المقومات السياحية للمحافظة حيث ساهم المنخفضان السابقان بتفجير عدد من الينابيع إذ لاحظ المواطنون اندفاع المياه من تلك الينابيع بشكل كبير نتمنى على الجهات المعنية والرسمية الاهتمام بهذه الينابيع ومصادرها كونه نعاني يعني بتقعد المي 14 و21 يوم لما تيجي المي بالصيف عين نبع الفوار في قرية عين جنة وعين أبو الجود وشلالات راجب وغيرها العديد من هذه الينابيع يتميز بعضها بالمياه الساخنة والعذبة الحمد لله الأمطار الأخيرة ساقطت على محافظة عجلون تسببت وتفجر ينابيع المياه في كافة مناطق المحافظة يعني الينابيع المعروفة زي نبع الفوار السرابيس الصاخنة الزراعة راجب الحمد لله شلالات مياه بعرجان حلاوة كل مناطق المحافظة أهم ما تحتاج الآن للمحافظة عجلون الاستفادة من هذه المياه مياه اليرموك أكدت أهمية هذه الينابيع وما تشكله من مخزون مائي للمحافظة نسبة الهطول المطري لهذا العام الحمد لله هي مبشرة بالخير حيث وصلت لغاية الآن حوالي 443 ملي متر مقارنة مع العام الماضي تقريبا نسبة 76% فالحمد لله المتوقع بالنسبة للهطول المطري الحمد لله أنه في هذا العام إنها ممتازة أدى ذلك إلى زيادة في نسبة الينابيع كمية المياه الظاهرة من الينابيع حيث وصلت لأكثر من الضعف لهذه اللحظة فمن المتوقع إن شاء الله تشغيل خط أو مشروع واد العرب رقم 2 اللي راح إن شاء الله يزود محوظات الشمال بكمية حوالي 30 مليون متر مقعب فكل هذه الظروف إن شاء الله سواء الموسم المطري والإضافة للمشاريع استراتيجية مثل مشروع العرب رقم 2 جميعها تصب في زيادة حصة الفرد اليومية هذه الينابيع ستسهم في زيادة أعداد الزائرين للمحافظة للاستمتاع بما تشتهر به عجلون بالمياه العدبة والتضاريس الخلابة صحيب المومني رؤيا